هذا بنتكلم عن عصب من الأعصاب الخطيرة المهمة اللي ليها دور في كذا حاجة وزي ما قلت في المقدمة بيبدأ من مخ وينتهي عند جهاز الهضم ما بيكملش لغاية تحت يعني تتكلمنا عنه ايه هو؟ أنا قلت عليه عصب مبهم في المقدمة هو اسمه كده أحد أسماء العصب المبهم وأحد أسماء العصب العاشر لأنه بيطلع من المخ 12 عصب اسمها الأعصاب المخية هو رقم 10 وهو رقم 10 وبيسموه العصب الحائر وأنا شخصيا بسميه العصب المحير لأنه هو عصب زي ما هو حائر أو مبهم ماشي كده على غير هدى أنا بقول أنه هو محير ليه بقى؟ لأن عصب ليه صفات كتيرة جدا بيبدأ من منطقة في المخ وبينزل على الجهتين بتوع الرقبة فعندنا عصب يمين وعصب شمال بينزل كده وبعدين يعدي لمنطقة الصدر بيغزي حتة من غشاء القلب وعضلة القلب وبيغزي حتة من أغشية الرئة والأنسجة بتاعتها وبعدين يغزي العضلات تحت الحجاب الحاجز وبعدين يغزي المعدة والأمعاء لغاية نصف القولون المستعرض فهذا هو عصب بيغزي مناطق كتيرة جدا من المخ لغاية منتصف القولون المستعرض وعصب ليه شقين شق حسي وشق حركي يعني ليه جزء متعلق بالإحساس وجزء متعلق بالحركية أهو العصب اللي قدام نازل من المخ معدي في الرقبة معدي على منطقة القلب والرئة والزورة هو أنا شايفة المطق طبعا بيغزي مناطق من عضلة البلعوم وبيغزي منطقة وراء الودن وله علاقة بالسوت يا دكتور ليه علاقة طبعا بالسوت وبعدين بيغزي جزء من عضلة القلب والرئة وبعدين بينزي بيدي بقى أعصاب منه بتروح بتغزي الكبد وبيغزي التحال وجزء منه بيغزي الكلة وبيغزي الأمعاء وبيغزي الغية منتصف القولون بيغزيهم يعني بيعملهم إيه دكتور؟ هو المسؤول عنهم هو المسؤول عن مشاتهم أي عصب في الدنيا أي عصب في الدنيا ليه شقين إحساس وحركة إحساس بيتلقى الإحساس ويبعثه فوق للمركز اللي في المخ مركز المخ يترجم الإشارة ويبعثها تاني دي اللي هي الإحساس أو الحركة نفس الكلام بتطلع الإشارة من مركز الحركة للمخ وتترجم وترجع تاني يعني هديك مثلا العصب الحائر هو اللي بيغزي منطقة الإحساس في الصوان الخارجي للأوزن يعني المنطقة دي الأرقوشة الخارجية دي بتاعت الودن هو بيغزيها بالإحساس وبيغزي برضو منطقة الإحساس اللي وراء منطقة الأوزن اللي هنا عشان كده لو ضغطت على هذه المنطقة جامد جدا ممكن الإنساء بيصاب بإغماء وبعدين بيغزي منطقة هنا حساسة قوي عند أعلى الرقبة يعني هنا فيه الشريان السباتي اللي هو بيدخل الدم للمخ في الشريان السباتي ده فيه عقدة عصبية بتاع كده نتوأ زي حبيت العتس بيغزيها لو ضغطت على دي جامد قوي تمام يفقد الإنسان الوعي ودي أحد الحاجات اللي بتحصل مع الخن يعني لما تخنق واحد جامد جدا في هذه المنطقة بيقل قوي النبض بتاع القلب ويقل قوي الضغط وقد يتوقف القلب ويموت الإنسان تمام وبعدين بينزل بيغزي جزء من الإحساس في منطقة البلعوم عشان كده فيه ناس يجي يقولك حاسس بلاس عينة وبيغزي الحركة بتاعة أعلى البلعوم وجزء من عضلات الحنجرة فالناس اللي عندهم فقدان للصوت للصوت أو تغير في الصوت طبعا قد يكون بسبب العصر الحائر لها أسباب كثيرة جدا وبينزل بعد كده يغزي حتة من عضلة البلعوم البنات الكتير أولي بتجلنا تقولك عندي غصة هنا حس أن فيه حاجة مكلبشاني بصفة دايما دي ممكن تكون نتيجة التهاب العصب الحائر تمام وممكن تكون نتيجة نقص حديد وبعدين بينزل بيعدي من منطقة الرقبة يمين وشمال بيغزي الناحية لا دي نزلنا كده خلينا في اللعب كمل كمل بينزل يغزي الجزء الأيمن من القلب وجزء الأيمن من القلب ده فيه حاجة مهمة أوي اسمها الاس اي نود عبارة عن حباية صغيرة جدا في الأزين الأيمن في الجدار الخلف الأزين الأيمن من القلب هذه الحباية هي محطة الكهرباء بتاعت القلب شفتي بقى لما يقولك حاولوا يضربوا محطة كهرباء عشان يطفوا النور محطة كهرباء القلب في الجزء الخلفي من الأزين الأيمن بيغزيها هذا العصب الاس اي نود دي اللي بيطلع منها النبض بتاع القلب وبيمشي في الضفيرة في ضفيرة كبيرة بتغزي عضلة القلب تمام؟ ده للناحية اليمين الشمال بيعدي بيغزي حتة من الشريان الأورطة وبيغزي حتة من الغشاء التموري بتاع القلب اللي هو الغلاف الخارجي وبيغزي حتة من الغشاء البلوري بتاع الرئاتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر